جولدومور حي عدني يفترش الساحل يشعر بالأمان وهو يجاور أمواج البحر لكن مشاريع الإرهاب تثبت أنها الأخطر على وجود الإنسان والحياة من كل شيء سيارتين مفخختين تحملان على متنها وحوش غيبت عن الحياة استهدفت مقر قوات مكافحة الإرهاب بعدا في محاولة لاقتحام المقر باءت بالفشل يقضت رجال الأمن أفشلت مخطط الشر وتم تصفية الانتحاريين قبل وصولهم إلى البوابة الخارجية للمقر وفق بيان صحفي لأدارة أمن عدن خمسة قتلى من الجنود والمدنيين بينهم طفل واحد وثلاثون جريحا من المدنيين الذين كانوا يستنشقون الأكسجين على الساحل المجاور للمقر لا يجد الإرهاب شيئا سوى قتل ابتسامه أو إنهاء فرحة تلك هي إنجازاتهم الكبرى وهدايهم لعدن التي ما زالت تأن من وقع الجراحات القريبة إرهاب لا يعرف في الحياة حقيقة واحدة بينما تظل حقيقتهم الوحيدة أنهم قتلت أطفال كانوا يتأملون تراجدية الحياة وفصولها العجيبة بتفكيرهم البسيط ولا عجب من ذلك فالمشاريع المقنعة لن تستطيع فعل شيء سوى التستر خلف سيارة ملغومة تبدأ بصاحبها فتقتله ثم تبوء بالفشل والخسران الجدران تنطق والبحر يقذف وجبل شمسان يردد هنا عدن لن تمروا سمير السروري لقناة عدن الفضائية